اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قد يؤدي لخسارة فالحة في مجال التعليم ورأس المال البشري كما يمكن ان يقلل من الاموال التي يجنيها الاطفال على مدار سنوات الحياة في الدول ذات الدخل المخفض استجاب صناع السياسات الازمة بسرعة في غانا على سبيل المثال قمنا بتنفيذ انطاق واسع من تدابير الصحة العامة وتدابير الاقتصادية والاجتماعية مثل استخدام الطائرات المسيرة لتوصيل عينات الاختبارات وتوصيل الخدمات الاساسية ودعم اطقم الرعاية الصحية وتغطية تكلفة الفحصات والعلاج وتقديم المساعدات الاقتصادية المواطنين والكيونات بما في ذلك تقديم الاغذية وخدمات المرافق بالمجان لقد ادى الانفاق المالي الاضافي للدول لمواجهة كوفيد 19 الى ارتفاع متطلبات التمويل وتسببت الازمة في خلق ضغوط سيولة عاجلة للعديد من الاسواء الناشئة والدول النامية وكانت استجابة الصندوق والبنك سريعة وعلى مستوى الحدث من خلال مساعدة الدولة على تقويت استجاباتهم للجائعة ودعم انظمة رعاية الصحية وضعف الصندوق تسهيلات التمويل الطارئة وقدم المساعدات المالية لاكثر من 80 دولة كما وفر المنح التي ساهمت في المساعدة في مدفوعات خدمة الدين عبر الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف اعبال الديون كما وفر البنك الدولي ما يصل الى 160 مليار دولار على شكل تمويل لمواجهة الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتواجه الدول ووصلت عمليات الطوارئ لمكافحة الجائحة الى 100 دولة نامية كما تم تقديم التسهيلات السريعة لضمان توفر الدعم السريع والواسع ومساعدة الدول على التعامل مع الحاجات الصحية الطارئة كما يدعم البنك بقوة توزيع العادل للقاح كوفيد 19 وهو امر حيوي خاصة للدول اكثر فقرا اجتكمالا للتمويل الطارئ الذي قدمه الصندوق والبنك ساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين على الايقاف المؤقت لخدمة الدين لأكثر من 43 دولة اشعر بالفخر لرؤية المجتمع الدولي وقد ارتفع الى مستوى هذا التحدي العالمي الهائل من خلال تقديم حلول عالمية ولكن الوقت لم يحن بعد للنظر الوراء لان الازمة لم تنتهي لتذال اثار الجائحة قائمة حيث انزلق المزيد من الافراد تجاه الفقر وتفاقمت اللامساواة خاصة بين النساء والاطفال وهم الفئات الاكثر تضررا ان دور مؤسسات بريتن وودز في لفت انتباه العالم وحشد الدعم خاصة تجاه الفئات الاكثر ضعفا وامر يستحق الثناء لكن لا زالت امامنا مساحة للتعامل بشكل افضل مع حاجات الاعضاء نحن نواجه امكانية محو سنوات تم فيها تخفيض الفقر وتحقيق تقدم اقتصادي ان موجات الصدمة الناجمة عن كوفيد 19 قد تؤدي الى عقد ضائع للدول الاكثر فقرا حول العالم ما لم نتلقى مساعدة مالية عاجلة زملاء المحافظين لقد حان وقت العمل علينا ان نصيق سياسات تحمي مكاسب رأس المال البشر والتي تحققت مؤخرا بجهد مضني وتمنع الاضرار طويلة الامد التي تلحق بالفئات الاكثر فقرا والاكثر ضعفا في مشمعاتنا كما نحتاج ايضا الاستمرار الدعم للمجتمع الدولي كي لا تتحول هذه الازمة الصحية لازمة انسانية وبينما نخرج من وضع اطفاء الحرائق علينا التفكير في شكل عالم ما بعد كوفيد الذي نريد تشكيله اننا نحتاج الى تعافي مستدام وعادل ويتمحور حول الشعوب لقد علمتنا جاحت كوفيد ان الفيروس لا يعرف الحدود واننا جميعا في قارب واحد ان قوة شبكة الامان المالية العالمية هي بقدر اضعف حلقاتها لكننا نعلم ايضا ان التعاون متعدل الاطراف يمكنها ان يوفر استجابة تصل الى مستهيات لا نظيرة لها لقد اظهر اعضاء البنك والصندوق اننا بامكاننا العمل سويا عند الحاجة من الاهمية بمكان الابقاء على هذا الزخم ونحن بصدد منقشة التحديات والحلول المشتركة في مجالات الصحة العالمية والرفاهية الاقتصادية والمساواة في الايام القانمة اثني على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقل الدولي لاظهارهم مرة اخرى الالتزام بالتعاون الاقتصادي الدولي وجمعنا في الاجتماعات السنوية لعام 2020 بشكل افتراضي اتطلع الى الايام المثرة القادمة شكرا وفي هذا الوقت اطلب من المدير العام لصندوق النقل الدولي ورئيس البنك الدولي ان يتحدث الى المحافظين اود اولا ان ابدأ بشكر دكتور ايرنست اديسن على تعليقاته الرائعة واسهامته كرئيس لمجلس محافظي صندوق النقل الدولي واذ كنت اتأمل التغيير الجذري الذي انتاب العالم على المدار العام الماضي قمت بزيارة لبروتين وودز بولايت نيوهامشير حيث وقع 44 رجلا اتفاقي التأسيس الصندوق في عام 1944 لقد واجه مؤسسون مهمتين جسيمتين معالجة الدمار الواقع الذي احدثته الحرب وكذلك ارساء الاسس لعالم ينعم بمزيد من السلم والرخاء بعد ان تضع الحرب اوزارها وفي ختم مؤتمر التوقيع عبر جون مينرد كينز تعبيرا دقيقا عما يعنيه تبني التعاون الدولي بوصفه املا للعالم حين قال اذا استطعنا الاستمرار فسيعني هذا ان الاخوة الانسانية قد اصبحت اكثر من مجرد شعار واذ نتطلع الى الترحيب باندورا التي ستكون البلد العضو التسعين بعد المئة في صندوق النقد الدولي نجد ان عمل الصندوق يقف شاهدا على قيم التعاون والتضامن الذين تقوم عليهم رابطة الاخوة والاختياف الانسانية نحن نواجه اليوم لحظة بريتن وودز جديدة جائحة كبدتنا بالفعل خسائر في الارواح تتجاوز المليون نسمة كارثة اقتصادية ستتسبب في تقليص الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% هذا العام وانتزاع ما يقدر بنحو 11 تريليون دولار من الناتج في العام القادم كذلك نشهد يأسا انسانيا يفوق الوصف في مواجهة الاضطراب العنيف والفقر المتزايد للمرة الاولى منذ عقود ومرة اخرى نواجه مهمتين جسيمتين مكافحة الازمة اليوم وكذلك بناء غد افضل نحن على علم بالاجراءات التي يجب اتخاذها على الفور فالتعافي الاقتصادي الدائم لن يتسنى تحقيقه الا اذا هزمنا الجائحة ويجب ان يستمر اعطاء الاولوية للاجراءات الصحيحة واحثكم على دعم انتاج وتوزيع العلاجات واللقاحات الفعالة لضمان وصولها الى كل البلدان واحثكم ايضا على مواصلة دعم العاملين ومؤسسات الاعمال الى ان يتحقق الخروج بشكل دائم من الازمة الصحية ولقد رأينا اجراءات مالية عالمية بقيمة 12 مليون دولار امريكي وتوسعت البنوك المركزي الكبرى في ميزانيتها العمومية بما يعادل 7.5 تريليون دولار امريكي وادت هذه الاجراءات المتزامنة الى منع حلقة الاثار المرتدة المدمرة التي شهدناها في الازمات السابقة بين الاقتصاد الكلي والقطاع المالي غير ان كل البلدان تقريبا تكابد الدرة ولا سيما اقتصادات الاسواق الصعيدة والاقتصادات النامية ورغم ان النظام المصرفي العالمي كان يتمتع بهوامش وقائية مرتفعة من رأس المال والسيولة عند بدء الازمة فان هناك مجموعة من البنوك الضعيفة في كثير من الاسواق الصعيدة وعلينا ان نتخذ اجراءات لمنع تراكم المخاطر المالية على المدى المتوسط اننا نواجه ما اسميته مصار صعود طويل امام الاقتصاد العالمي رحلة تسلق شاقة في ضرب غير ممهد يخيم عليه عدم اليقين وتكتنفه مخاطر النكسات ولكنها رحلة تسلق صاعدة وستطاح لنا فرصة معالجة بعض المشكلات المزمنة كانخفاض الانتاجية وبطء النمو وارتفاع عدم المساواة وازمة مناخية تلوح في الافق ونستطيع القيام بما هو افضل من اعادة بناء عالم ما قبل الجائحة بإمكاننا البناء قدما نحو عالم اكثر صلابة واستدامة وشمولا لجميع يجب ان نقتنص لحظة بريتون وودز الجديدة هذه كيف؟ ارى ثلاث حتميات في هذا المصار اولا السياسات الاقتصادية الصحيحة ما كان يصدق على بريتون وودز لا يزال يصدق اليوم فالسياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والمؤسسات القوية عاملان ضروريان للنمو والوظائف ومستويات المعيشة الافضل وليس من حل واحد يناسب الجميع فيجب تطويع السياسات لما يلاقي محتياجات كل بلد على حدة ولا يزال من الضروري استمرار الدعم لفترة ما ومن شأنه الغائه مبكرا ان يلحق ضررا جسيما وغير مبرر بالاقتصاد وتحدد كل مرحلة في الازمة الشكل المناسب لهذا الدعم بحيث يكون اوسع نطاقا في المراحل المبكرة بواجه عام واكثر تركيزا على اهداف محددة مع بدء التعافي ومن شأن الاطر القوية متوسطة الاجر للسياسة النقدية والسياستي المالية العامة والقطاع المالي وكذلك الاصلاحات الدعمة للتجارة والتنفسية والانتاجية ان تساعد على خلق الثقة اللازمة لحركة السياسات الآن مع بناء الصلابة الضرورية للمستقبل في آن واحد ويتضمن هذا المراقبة الدقيقة للمخاطر الناشئة عن ارتفاع الدين العام ونحن نتوقع ان يشهد عام 2021 ارتفاعا كبيرا في مستويات الدين الى حوالي 125% من اجمال الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة و65% من اجمال الناتج المحلي في الاسواق الصعيدة و50% من اجمال الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل ويقدم الصندوق تخفيفا لعباء ديون افقر بلدانه الاعضاء ونحن مع البنك الدولي ندعم تمديد مجموعة العشرين لفترة سرايان مبادرة تعليق مطفوعات خدمة الدين وبالاضافة الى ذلك ينبغي اعادة هيكلة الدين دون ابطاء في الحالات التي يخرج فيها عن حدود الاستدامة وينبغي ان نتحرك نحو زيادة شفافية الدين وتعزيز التنسيق بين الدائنين واشعر بالتفاؤل ازاء مناقشات مجموعة العشرين حول اطار مشترك لتسوية الدين السيادية وحول دعوتنا الى تحسين تصميم عمليات تسوية الدين السيادية بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص ونحن موجودون لمعاونة بلداننا داعمين لسياساتها ويجب ان تكون كل السياسات لصالح الناس وتلك هي الحتمية الثانية في رأيي فحتى نجني الثمار الكاملة لسياسة الاقتصادية السليمة يجب ان نستثمر اكثر في البشر ويعني هذا حماية الفئات الضعيفة كما يعني ايضا تعزيز رأس المال البشري والمادي ليكون مرتكزا للنمو والصلابة وقد اكدت جائحة كوفيد-19 اهمية النظم الصحية القوية ويتطلب زيازة عدم المساوية والتغير التكنولوجي السريع نظما قوية للتعليم والتدريب لزيادة الفرص والحد من التفاوتات والتعجيل بتحقيق المساوية بين الجنسين يمكن ان يحدث تغييرا جذريا في قواعد اللعبة العالمية فبالنسبة للبلدان الاكثر اتساما بعدم المساوية يمكن ان يؤدي سد الفجوة بين الجنسين الى زيادة اجمال لنتج محليب المتوسط يبلغ 35% والاستثمار في شبابنا هو استثمار في مستقبلنا وهم يحتاجون الى الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وكذلك خدمات الانترنت لان تلك الخدمات بالذات هي بوابتهم للنفاذ الى الاقتصاد الرقمي وهو امر بالغ الاهمية للنمو والتنمية في المستقبل ومن شأن التوسع في اتاحة خدمات الانترنت في افريقيا جنوب السحراء لنسبة 10% اضافية من السكان ان يحقق زيادة في نمو نصيب الفرد من اجمال ناتج المحلي الحقيقي بما يصل الاربع نقاط مئوية ورقمنا تساعد ايضا في تقيق الادماج المالي كادات قوية للمساهمة في التغلب على الفقر ومثلما اظهرت الجائحة بالفعل انه لم يعد بوسعنا اغفال الاجراءات الوقائية الصحية فانه لم يعد بوسعنا ايضا اغفال تغير المناخ وتلك هي الحتمية الثالثة في رأيي اننا نركز على تغير المناخ لانه عامل مؤثر على الاقتصاد الكلي بما يشكله من تهديدات عميقة لنمو والرقاء وهو ايضا عامل مؤثر على الافراد ومؤثر على كوكب الارض ففي العقد الاخير اسفرت الكوارث المتعلقة بالمناخ عن اضرار مباشرة تعدل قيمتها حوالي 1.3 تريليون دولار واذا كانت الازمة الصحية لا تروق لنا فلن تروق لنا الازمة المناخية مثقال ذرة وتشير ابحاث الصندوق الى ان المزيج الصحيح من الاستثمارات الخضراء واسعار الكربون الاعلى يمكن ان يقودنا نحو مستوى انبعاثات صفري بحلول عام 2050 وان يساعد على خلق ملايين الوظائف الجديدة ان امامنا فرصة تاريخية ليس فقط لبناء عالم اكثر خضرة بل اكثر رخاء وغنا بالوظائف وفي ظل انخفاض اسعار الفائدة يمكن الاسمارات الصحيحة اليوم ان تجني عائدا قدره اربعة اضعاف غدا تجنب خسائر المستقبل وتحفيز المكاسب الاقتصادية وحماية الارواح وتعميم المنافع الاجتماعية والبيئية على الجميع وفي الصندوق نعمل بلا كلل لدعم تحقيق تعافي دائم وكذلك مستقبل يقوم على ركيزة صلبة بينما تتكيف البلدان مع التحولات الهيكلية التي جاء بها تغير المناخ والتسارع الرقمي وبزوغ اقتصاد المعرفة ومنذ بدء الجائحة تعهدنا باكثر من 100 مليار دولار ولا يزال لدينا قدر كبير من الموارد ضمن طاقتنا الاقراضية البلغة تريليون دولار وسنواصل الى اهتمام خاص للاحتياجات العاجلة لدى الاسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل وخاصة الدول الصغيرة والهشة لمساعدتها في دفع مقابل خدمات الاطباء واتقم التمريد وحماية اضعف الفئات السكنية واضعف الاجزاء في اقتصادتها ولم يتسنى لنا القيام بهذا التحرك غير المسبوق الا بفضل الدعم السخي من بلداننا الاعضاء وتؤدي مضاعفة موارد الاتفاقات الجديدة للاقتراض وتنفيذ جولة جديدة من اتفاقات الاقراض الثنائية الى الحفاظ على هذه الذخيرة المالية وقد بادرت بلداننا الاعضاء بتقديم مساهمات ضرورية ايضا لتمويل الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف اعباء الديون والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وبفضل هذه المساهمات تمكننا من دعم بلداننا الاعضاء منخفضة الدخل عن طريق تخفيف اعباء الديون وزيادة الاقراض الميسر بمقدار ثلاثة اضعاف ونتواصل حاليا مع البلدان الاعضاء لأعطاء دفعة اخرى لطاقة الاقراض الميسر وتطويع ادواتنا المستخدمة في الاقراض وزيادة الدعم الموجهة من القدرة وقال اداء خبراء صندوق الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا اداءا رائعا في هذه الازمة وتوجه لهم ولفريقي في الادارة العليا باسم ايات الشكر واعرب عن تقديري لمديرين التنفيذيين فقد كانوا مساندين في كل خطوة من الطريق على مدار الستة اشهر الماضية ان افضل نصب تذكاري يمكن ان نشيده لمن لقوا حدفهم في هذه الازمة موجود في كلمة كينز ذلك الشيء الكأكبر الا وهو بناء عالم اكثر استدامة وانصفا لقد فعلها مؤسسون وجاء دورنا الآن انها لحظتنا والآن من دواعي السروري ان اقدم صديقي واكبر شريك للصندوق الرئيس ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي السيد الرئيس شكرا على كلمتك وشكرا لكم السادة المحافظين وكريستاني وضيوف الكرام على انضمامكم إلينا اليوم أود أن أقدم لكم معلمات محدثة عن مجلسة ذاته مجموعة البنك الدولي منذ الاجتماعات السنوية العام الماضي وخاصة في الاستجابة لكوفيد-19 ما تحقق من تقدم من نحو تقيق شفافية ديون لقد أصفرت جائحة كوفيد-19 على خسائر كبيرة بينما أننا نرجح أن تكون معاناة سكان والبلدان الأفقر أطول أمدا وأشد حدة إن هذه الأزمة قد دفعت مزيد من الاقتصادات نحو ركود متزامن أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1870 ويمكن أن تؤدي إلى فقدان عقد يتسم بضعف النمو والانهيار في كثير من النظم التعليمية والصحية وجولة جديدة من أزمة الديون السيادية وفي موجهة ذلك تبعت مجوعة البنك الدولي منهجا شاملا نحن نركز على إنقاذ الأرواح وحماية الفقراء والفئات المعارضة للمخاطر والعمل نحو تحقيق نمو مستدان للأعمال وإعادة البناء بسبل أفضل اليوم سوف أركز على أربعة من أكثر الجوانب الملحة في هذا العمل أولا نحن في حاجة إلى مضاعفة جهودنا لتخفيف حدة الفقر وعدم المساوى لقد أفضت جائحة كوفيد إلى انتكاسة غير مسبوقة في الجهود العالمية للقضاء على الفقر المطقع وزيادة وسيط مستويات الدخل وتحقيق رخاء للجميع وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سيتعافى جزئيا في عام 2021 من أسوأ ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية وبرغم أنه ينمو من جديد منه وتوقع أن يظل نشاط الاقتصادي أقل بكثير من مستوياته العامة قبل الجائحة لفترة مطولة والتطورات حتى الآن تشير إلى حالة ركود أقل في الاقتصادات المتقدمة وانتعاش أقوى في الصين مقارنة بالتقديرات السابقة ومع هذا ففي معظم الاقتصادات السعيدة والنامية الأخرى تبين أن حالات الركود في 2020 أعمق بكثير وحالات التعافي تأخرت بقدر أكبر مقارنة بالتقديرات يونيو الأمر الذي يعكس إلى حد كبير مزيدا من الأضرار التي ناجمت عن الاضطرابات الاقتصادية نتيجة للجائحة وفي البنك الدولي تشير توقعات الجديدة بشأن الفقر لأن بحلول عام 2021 سوف ينضم 110 إلى 150 مليون نسمة في ربقة الفقر المطقع وهم من يعيشون على أقل من دولار و90 سنة يوميا إن كوفيد-19 وعزم الاقتصادية المصاحبة له على علاوة على أثر الصراعات المسلحة وتغير المناخ تعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفذ في الحد من الفقر ووضعت نهاية لأكثر من عقدين من التقدم المستمر ويتوقع ارتفاع الفقر في 2020 لمرة الأولى منذ عام 1998 ومن الواضح أننا نواجه أزمة فريدة منعها من حيث عدم المساواة فانخفاض النشاط أوسع وأعمق وأضر بالعاملين في القطاع غير رسمي والفقراء خاصة النساء والأطفال الذين تضرروا بشدة مجموعة البنك الدولي اتخذت إذراء واسع نتق في وقت مبكر وأتحنا تدفق صافيا إيجابيا كبير لأفقر بلدان العالم نحن نحق تقدم جيدا نحو هدف الخمسة عشر شهرا الذي أعلن عنه وهو 160 مليار دولار لزيادة التمويل معظمها للبلدان الإفريقية وما يزيد على خمسين مليار دولار من هذا المبلغ في صورة منح أو قروض بسعر فائدة منخفض وأجل استحقاق طويلة لتوفير أهم الموارد للحفاظ على توسيع نظم الرعاية الصحية وشبكات الأمانة الاجتماعية وبفضل الدعم السخي من المانحين للمؤسسة الدولية للتنمية عيدة 19 في ديسمبر واستكمال حزم زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية في مارس وحجم هذه الاستجابة يتصق مع أطر الاستدامة المالية التي تفق عليه بشأن مؤسستين وثانيا نحن في حاجة إلى نظر إلى خسائر رأس المالي البشرية التي نشهدها حاليا ويمكن القيام به من عمل استعادتها فقبل الجائحة كانت البلدان النامية تحقق تقدم انهائيا وللسيما البدء في سد الفجوة بين الجنسين ونتيجة للجائحة هناك أكثر من 1.6 مليار طفل في البلدان النامية الذين خرجوا من مدارسهم مما ينطوي على خسائر محتملة يمكن أن تصل إلى 10 تريليون دولار في مكاسب هؤلاء الطلاب على امتداد حياتهم والنعنف على أساس النوع واخذهم في التزايد ومعدلات وفية الأطفال من المرجح أن ترتفع بشكل كبير وهذه الانتكاسات تنطوي على أضرار طويلة المدى تصيب الانتاجية ونمو الدخل والتماسك الاجتماعي ولهذا السبب نحن نبذل كل ما في وسعنا للتعزيز الرعاية الصحية والتعليم في البلدان النامية ففي مجال الصحة أنشأنا مسارا سريعا للاستجابة لكوفيد قدمنا من خلاله دعما طريقا لـ 111 بلدا حتى الآن ومعظم المشروعات الآن بلغت مراحل متقدمة من صرف الموارد لشراء الكمامات ومعدات غرف الطوارئ والتوردات الأخرى الخاصة بكوفيد ونحن نقدم المساعدة كذلك للبلدان النامية للحصول على اللقاحات ونحن نخطط للتوفير ما يصل إلى 12 مليار دولار للبلدان بغرض شراء وتعميم استخدام لقاحات كوفيد-19 وكذلك مؤسسة التمويل الدولية تستثمر بشكل مكثب في صناعة اللقاحات من خلال منصة الصحة العالمية بقيمة 4 مليارات دولار وعلى مستوى التعليم نحن نساعد البلدان على إعداد فتح المدارس الابتدائية والثانوية بأمان وسرعة ونعمل مع 65 بلدا لتطبيق استراتيجيات التعليم من بعد والجمع بين الموارد عبر الإنترنت وشبكات الراديو والتلفاز والشبكة الاجتماعية وطباعة المواد التعليمية للفئات الأضعف ونحن نعمل بشراكة مع اليونسيف واليونسكو الوضع أوتورين لإعداد فتح المدارس وثالثا علينا مساعدة البلدان الأفقار لتخفيف أعباء ديونها بشكل دائم ونحن نساعد بسسفايا عليم في مجموعة العشرين تعليق تحصيل مدفوعات خدمة الدين من البلدان الأفقر وقد صادقت مجموعة العشرين ونادي باريس على هذا المنهج الذي دخل حيث التنفيذ في أول مايو وفي بداية أكتوبر كان هناك أربعة واربعين بلدا تستفيد من ما يقدر بخمسة مليار درار من خدمة تخفيف أعباء ديون ولكن علينا بزل كثير من الجهود لقد دعونا مجموعة العشرين لتمديد نطاق تخفيف أعباء ديون من حتى نهاية عام عشرين وواحد وعشرين ولهم من ذلك مجموعة العشرين وحكوميتها ينبغي أن تحثوا على المشاركين في هذه المبادرة وأيضا الدائنين من القطاع الخاص في بلدانهم وكذلك الدائنين الثنائيين من القطاع الخاص الذي ضمام إليها والدائنين من القطاع الخاص والجهات الثنائية غير المشاركة ينبغي أن يسمح لها بأن تقوم بتخفيف أعباء الدين للآخرين وأن تنضم إلى ذلك علينا أن نعمل مال من أجل تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالدين الحكومي الموجود والجديد والثزامات المشابهة للديون وبنسبة للبلدان الأفقر فإن الدائنين والمدينين على حد سواء بغوا أن يعتمدوا هذه الشفافية من أجل العمل بسرعة نحو تحقيق استدامة الدين على المدى الطويل هذا يحقق الصالح للجميع ونحن نحتاج أيضا إلى أدوات جديدة للحد من رصيد الدين في البلدان الأفقر والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقترحان على لجنة التنمية اتخاذ عمل مشترك لتخفيف أعباء الدين لبلدان أيدا المؤسسة الدولية للتنمية لتحقيق استدامة الدين ورابعا علينا أن نعمل معا من أجل تسهيل التغيرات اللازمة لتحقيق التعافي الصلب والاحتوائي وهي خطوة مهمة ورئيسية لتوليد التعافي المستدام وسوف توفر للاقتصادات والناس الإمكانية التغير واعتمادها البلدان عليها أن تسمح لرأس المال والعمال والمهارات والابتكار بالتحول نحو بيئة مختلفة للأعمال بعد كوفيد هذا الأمر يؤكد أهمية العاملين والمؤسسات الأعمال لتستخدم مهاراتها بطرق مبتكرة جديدة وكذلك البيئة التجارية التي من الورجح أن تعتمد بشكل أكبر على الإتصال الإلكتروني بقدر أقل على السفر والمصافحة باليد وبشكل أوسع من ذلك فقد تضح من خلال جائحة كوفيد أن الحدود الوطنية بقدر أقل من الحماية يؤدي إلى كوارث من الضروري للبلدان أن تعمل معا لتحقيق أهداف البيئة والمناخ ففي خضام الجائحة مجموعة البنك الدولي قد ظلت تقدم الكثير من التمويل لاتخاذ إجراءات الخاصة بالمناخ وعلى مدى الخمس سنوات الماضية قدمنا 83 مليار دولار للاستثمارات المتعلقة بالمناخ ويسعدني أقول أن في سنة مالية 2020 أول سنة كاملة لي كرئيسا للبنك الدولي مجموعة البنك الدولي قد قامت باستثمارات متعلقة بالمناخ أكبر مما قامت به في أي وقت في تاريخها ونحن نعتزم أن نكثف العمل على مدى سنوات الخمسة القادمة إن حجم التحديات التي تروح في الأفق مذهلة والوضع التحديات المالية في وضعها وفي نصابها نحن نأخذ بعين الاعتبار مئة مليون نسمة نحن نخاف أنهم قد دفعوا بالفعل إلى الفقر المتعب بسبب كوفيد وكي نوفر لهم مجرد دولارين يومياً سوف يكلف سبعين مليار دولار في السنة وهذا الأمر سيؤدي إلى تغلب على أضرار كوفيد وهذا الأمر يتجاوز إمكانات مجموعة البنك الدولية وأي جهة تنموية أخرى من الواضح أن تجديد موارد عيدة 19 وتصل إلى 82 مليار دولار أمريكي لن تكفي لتحقيق الاحتياجات البلدان الأفقر ومن الضرورة وبدعم كبير من الأطراف والشركة فإن عيدة قد اتخذت إجراءات واسعة وسريعة من أجل استفادة من عيدة 19 في بداية الفترة وتقديم تمويل كبير هذا العام لدعم الجهود المبدئية لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لكوفيد 25 مليار دولار إضافية لتزاجة المالية الطريقة لكوفيد سوف تعكس مصار هذا الصعود في تمويل في السنة المالية 22-23 وتوفر الموارد لبلدان أيضا من أجل دعم تعافيها وداخل مجموعة البنك الدولي أن أعمل من أجل بناء تنمية أقوى ووضع نمازج الاستجابة في العمل والمساعدة البلدان الأعضاء والمنطقة لتحقيق نتائج أفضل أماما في المنطقة ، ولكن لقد قد قامت بإمكاننا ونحن أجل من ناحية المالية ونحن أتضاف لوحدنا نتائج أربعة من أكبر المسؤولين والقادة في السنة المالية 2020 وأيضا 12 نائب للرئيس أعيد تعيينهم أو تعادت تفويلهم بمهامهم ونحن نحاول أن نقدم معلومات عالية الجودة في قلب عملياتنا وأيضا وضع سياسات للتنمية وأيضا نؤكد على التركيز على إفريقيا وقد هناك إثنتان من النائب الرئيس وأحدهم يركز على الغرب والآخر يركز على وسط إفريقيا والأخرى على شرق وجنوب إفريقيا ونحن نستخدم ونعمل على زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية لحفاظ على بناء استراتيجية لمساعدة البلدان بلدان مؤسسة الدولية لضمان الاستثمار وبقية مجموعة البنك الدولي لزيادة الاستثمارات ونحن عازمونا على ضمان قوة المسألة والعمليات ذات الصلة وتحقيق تقدم سريع لتطبيق أدوات الجديدة للتفتيشي في البنك الدولي واستكمال مراجعة إصلاح المستشار وفي مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة الدولية لضمان استثمار في وسط هذه الأزمة إنني أشعر بالتفاعل أن البلدان تتخذ بالفعل إجراءات جريئة وتتعلم بسرعة وتشارك خبراتها مع بعضها بعضاً نتاج التي توصلت إليها لمنفعة الجميع إنني على ثقة من أن الحلول المستدامة سوف تظهر وذلك جزئياً من خلال اعتماد التغير البناء من خلال الابتكار واستخدامات الجديدة للأصول الموجودة والعاملين الذين يستخدمون مهارتهم بطرق جديدة وكذلك إعادة بناء ووضع الأعباء الدين المفرطة في إطار جديد وقوة الحكمة ونظمها يمكن تساعد على تحقيق الاستقرار لسيادة القانون وسماح بتسهيل الابتكار والتغير بالعمل معاً أنني أعتقد أننا يمكن أن نقصر فترة الهبوط الاقتصادية وبناء أسس أقوى لنموذج أكثر استمرارية للرخاء للجميع للرفع بما يعود بالمرفعة على الجميع شكراً شكراً السيدة جورجيفا وسيد ملبس أريد أن أشكر محافظي الصندوق النقل الدولي ومجموعة البنك الدولي لتشريفي برئاسة هذه المجموعة هذا العام وأشكركم على دعمكم وتعاونكم اسمحوا لي أيضاً أن أعبر عن تقدير العميق للسيدة جورجيفا وسيد ملبس لقيادتهما وأيضاً لموظفي الصندوق ومجموعة البنك الدولي لتنفيذ العمل الشاق لمؤسساتنا أريد أن أشكر السكرتريات في الصندوق والبنك السيدة أوغادة والسيدة جاي وأيضاً موظفي السكرتريا في المؤسستين لتنظيم هذه الاجتماعات أرجو أيضاً أن أذكر نائبي الرئيس محافظ البرازيل والكويت وأهنئ محافظ المكسيك الذي تم اختياره ليرأس المجموعة في العام القادم ترجمة نانسي قنقر